قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الأربعين تسليم الولايات المتحدة صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا كان خطأا من شأنه أن يخلق تهديدات إضافية للقوات الروسية لكنه لن يغير الوضع الميداني بشكل كبير على حد تعبيره بوتين وفي مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى الصين أكد أن الصواريخ الأمريكية ليست لديها القدرة على تغيير الوضع على خطوط التماس مضيفا أن موسكو ترحب بما أسماه مواقف غربية قل تشددا بشأن أوكرانيا والتصريحات المتعلقة بضرورة حل الصراع عبر المحادثات أولا هذا بالطبع يخلق تهديدا إضافيا بالفعل قلت إنها تشكل تهديدا لكن الشيء الرئيسي هو أنها غير قادرة على تغيير الوضع بشكل جذري على خط المواجهة سمعنا أنهم مستعدون لنوع من المفاوضات الذين قالوا مؤخرا إنهم بحاجة إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة تغيرت أصواتهم الآن والآن يقولون إن هذه المشاكل تحتاج إلى حل عبر محادثات سلام وهذا التحول يسير في الاتجاه الصحيح سمعنا سمعنا سمعنا